يحاول مصطفى وهو بائع معجنات تركية في حي أفجلر باستنبول التكيف مع الغلاء الذي اشتاح الأسواق التركية بعد انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية التكيف لا يبدو هينا كما يقول مصطفى فالأسعار بارتفاع يوميا والحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه الرئيس أردوغان لا يتناسب مع نسبة التضخم والغلاء على حد تعبيره لم يحدث فرق كبير لأن الأسعار ترتفع كل يوم وعند ارتفاع الأسعار تنخفض القوة الشرائية عند الناس زيادة الخمسين في المائة تظهر حجم التضخم والآن الارتفاع في الأسعار تجاوز نسبة الخمسين في المائة زيادة الحد الأدنى للأجور بلغت خمسين في المائة وهي أعلى نسبة زيادة في تركيا على الإطلاق لكن نقابات العمال اعتبرتها غير كافية ولا تتماشى مع واقع التضخم أعلنت الحكومة البارحة أن الحد الأدنى للأجور سيكون أربعة آلاف ومائتي وخمسين ليرة نحن طلبنا أن يكون صاف الأجور خمسة آلاف ومائتي ليرة ولحظة الإعلان عن الحد الأدنى للأجور كان الراتب يعادل مائتي وستة وثمانين دولاراً اليوم قمت بالحساب مجدداً أصبح مائتين واثنين وخمسين دولاراً أحزاب المعارضة بدورها قالت إن الزيادة الجديدة للأجور بعيدة عن الحد الأدنى لاحتياجات الأسرة وأعلن أكبر أحزاب المعارضة أن بلدياته ستعطي رواتباً لموظفيها أعلى من الحد الأدنى للأجور في بلديات حزب الشعب الجمهوري أي في البلديات الديمقراطية الاجتماعية سيكون أدنى راتب أي الحد الأدنى للأجور أربعة آلاف وخمسمائة ليرة واصلت الليرة التركية تراجعها أمام العمولات الأجنبية ما اضطر البنك المركزي للتدخل عبر ضخ كمية جديدة من الدولار في الأسواق للمرة الخامسة هذا الشهر زيدان زنجلو العربية اسطنبول